النهاردة اخر فيديو معنا في سلسلة الدهون اللي تكلمنا في حلقات كتيرة جدا عن الكوليسترول والدهون السلسية وادوية الكوليسترول وازاي نعالجهم ومعلومات كتيرة جدا في الفيديوهات اللي فاتت النهاردة بقنا نتكلم على حاجة اسمها الدهون الحشوية الدهون دي باختصار هي موجودة في التجويف واعماق البطن بتاعتنا دي غير الدهون الظهرة غير الدهون اللي هي تحت سطح الجلد غير الدهون اللي انا بمسكها بايدي كده غير الكرش غير الاجناب غير كل الحاجات دي دي دهون انت مش شايفها بعينك المجردة ولا تقدر تمسكها بايدك الدهون دي موجودة جوا بتعمل ايه بقى؟ مصيبتها انها بتحيط بأعضائك الداخلية كلها يعني بتلف او بتغلف كل الأعضاء بتاعتك بتغلف القلب، الكلا، الكبد، البنكرياس طب تعال كده تخيل معايا ان كل عضو من دول حوالي نسبة دهون عالية جدا مغطياء او فوقه او حمل عليه اكيد مع الوقت كفاءته او طريقة شغله هتقل ومن هنا بقى بتيجى امراض كتيرة جدا الدهون الحشوية دي بقى جاية منين لجسمنا؟ مصدرها تلت محاور او تلت اسباب مهمين جدا اول حاجة النشوات الضرة والنشوات المصنعة تاني حاجة الزيوت المهدرجة اللي بنسميها الترانسفات او الدهون المتحولة او السمن النباتي وتلت حاجة الاكل المقلي طبعا كل نقطة من دول احنا اتكلمنا عليها بشكل تفصيلي في حلقات سابقة قبل كده النشوات الضرة مثلا على سبيل المثال منهم طبعا واهمهم الامح والسكر اللي هو الدقيق ومشتقاط الامح كلها ليه بقى بنركز احنا على الدقيق والامح والسكر لان هما دخلين في اغلب اكلنا منتشرين ومتشعبين في اغلب اكلنا لو بصنا للاكل بتاعنا في اكل المطاعم في الاكل المصنع هنلاقي اغلبه او كل اكلنا او معظمه داخل فيه دقيق وسكر عشان كده احنا بنركز عليه وبشد الدهون الحشوية سببها تغزية الجسم المستمرة بنوعية اكل غلط بجودة اكل غلط بنشويات ضرة بزيوت مصنعة باكل مقلي حتى لو كانت بكميات صغيرة لان فيه ناس بتعتقد يقولك انا هاكل كميات اكل صغيرة من الحاجات دي مش هتأثر ولكن التغزية المستمرة بالنوعية السيئة دي من الاكل على مدار سنين طويلة بتساهم في تكوين الدهون الحشوية دي جوه الجسم وكل ما الفترة تطول اللي انت كنت ماشي فيها غلط كل ما هيكون صعب عليك انك تتخلص منها خطورة الدهون الحشوية ايه بقى؟ طبعا فهمنا اول نقطة وذكرناها في بداية الحلقة انها بتأثر على عمل وكفاءة الاعضاء الداخلية بتاعتنا فهتلاقي نفسك داخل في دايرة من الامراض المرتبطة مع بعض بنسميها متابوليك سندروم ودي عبارة عن مرض ضغط مع سكر مع مقاومة انسولين مع دهون سلسية مع كولوسترول مرتفع مع ارتفاع في اليوريك اسد كل الحاجات دي هتلاقي مرض يجيلك والدائرة تلف تجيب كل الامراض معها ليه؟ ان كل الاعضاء بتاعتك الداخلية متأثرة وعملها وكفاءتها قلت مع الوقت تاني نقطة معنا النوعية دي من الدهون والخلايا اللي فيها الدهون دي طول الوقت بتفرز مواد التهابية وزيادة الالتهابات في الجسم نتيجة المواد اللي طلع طول الوقت دي بتساهم في كتير جدا من الامراض المزمنة الخطيرة وهنا عندي تحذير مهم جدا للناس اللي بتقولوا عليهم الشخص النحيف اللي هو فاكر نفسه في مأمن قاعد ياكل طول الوقت ويعقوا يلقبط في الاكل يقول لك انا وزني مظبوط انا اصلا نحيف ولقبط براحتي ومعنديش وزن زيائد وكده ومش هيحصل لي اي مشكلة ومش هتجي لي اي امراض خلينا متفقين ان الشكل العام او الوزن بتاعك ما بيعبرش عن حالة جسمك الصحية من الداخل ومش هيقول لك انت عندك دهون حشوية ولا لا لان اتفقنا ان الدهون دي مش بتشوفها بعينك ولا بتوزينها عن ميزان دي دهون موجودة بتحيط باعداء جسمك الداخلية فمش تردش ابدا ان انت يكون عندك مثلا كرش او اجناب عشان اقول ان الشخص ده عنده دهون حشوية ولا لا الشخص ده بنسميه نحيف من برا تخين من جوه يعني ايه هو فعلا شكله الخارجي نحيف ووزنه قليل ولكن تخين من جوه عنده دهون كتير جدا بتحيط بكل خلية في جسم واحنا حتى على مستوى حياتنا العادية شوفني الناس كتيرة جدا كان وزنها مظبوط وبنتفاجئ يقول لك شوفت الشخص ده رفيع ومعندوش وزن زيادة وفاجأة ممكن يجيله غلطة او يجيله اي مرض خطير وكل ده جاي منين من نوعية الاكل الغلط المستمرة مالهاش علاقة ابدا بالوزن وارد الشخص ده بيأكل كميات قليلة من الحاجات دي وارد الشخص ده الحرق عنده عالي جدا وارد الشخص ده بيتحرك كتير جدا طول اليوم فكل دي عوامل مش هتخليه يبان على الوزن بتاعه ولكن للأسف صحته الداخلية هتتأثر وبشدة هيجيله مرض سكر هيجيله مرض ضغط التهابات وامراض كتيرة جدا ارتفاع فرص الاصابة بالجلطات وامراض الشرايين وامراض القلب كل ده مرتبط بنوعية الاكل لدخل الجسم لان كل ده بيتكون دهون حشوية اللي بنسميها الفيسرال فات علشان نتجنب الدهون الحشوية لازم نزبط اكلنا بس باختصار هو ده اختصار حلق اضبط نوعية الاكل بتاعتك وما تستهنش ابدا وتقول انا باكل اكل دار ولكن بكميات قليلة زي ما شرحت على مدار السنوات بيأثر برضو على الجسم بتاعنا